يشرفني أن أعلن أن جبهة التحرير الوطني ترشح المجاهد عبدالعزيز من تفليقة أبناء حزب جبهة التحرير الوطني يساندون مساندة مطلقة هذا الحراف الشعبي الطالب الملح لأغلبية الجزائريات والجزائرين نعم نحن مقتنعين لسنا من الذين كانوا مقتنعين بترشيح الرئيس لعودة الخامسة وهو في هذه الحالة نحن في التجمع الوطني الديمقراطي قمنا بخيارنا وهو مناشدة المجاهد عبدالعزيز من تفليقة إلى الترشح مرة أخرى دعا الوزير الأول السابق أحمد ويحيا للاستجابة للمطالب السلمية للشعب في أقرب الآجال يستنفيذ لم يكن بيد حزب جبه التحرير الوطني كريم بعض الإخوان اللي يحبوا دائما يرسقون التهم كاي القيوة اللي تزعجها الأحزاب بشي خلالها الجو غير دستورية غير منظمة غير كدام موجودة في كل مكان وفي كل زمان والجزائر سويرت من طرف هذه القوة والمحضرة هم مجددين لا يسلمون الناس البعض هذا باوش الشعب يطالب يحل الأفالان سيد شكوون من قال هذا كل ما طالب أنت من تقول عمره أولى قرني ضد الأفالان وأنا قلت منذ أسبوع منذ أسبوع أنا رئيس جمهورية نضم الحرك والناس ما تهموش ما معنى نضم الحرك أفالان اللي يركبوا الموجة الأفالان هو الموجة هو الشعب نحن الشعب الجزائي اشتركوا في القناة